أفدت وكلة رويترز بارتفاع حصيلة القتلى بعد غرق قارب أو مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 وعلن خفر السواحل التونسيين قاذى 76 آخرين من نفس الحادث هذا وشهد الشهر الماضي زيادة حادة في رحلات قوارب المهاجرين التي تنطلق من تونس في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية ما أدى إلى ارتفاع كبير في حوادث غرق قوارب الهجرة التي عادة ما تكون متهالكة ومكتصة للمزيد معي من تونس سيف الدين العامري سيف الدين إذن مع هذه الأرقام لينكي القول أنه قياسية في الفترة الماضية لمحاولات الهجرة ولحوادث الغرق ماذا في المتابعة ماذا في التعقيب التونسي على هذه الظاهرة وأيضا على تزايدها نعم إيمان في الحقيقة المشكلة أنها ستتزايد مع تحول الطقس إلى أو نحو الصيف لأننا نعرف جميعا أن حركة الملاحة تكون أفضل والرؤية أوضح أثناء فصل الصيف لأن البحر يكون أكثر هدوءا مقارنة بفصل الشتاء ومدة الرياح خريفا وبذلك تشهد السواحل التونسية خاصة المنطقة الشرقية لتونس نتحدث عن سوسا المونستير وبالأخص سفاقس التي كما تفضلت تشهد عمليات عديدة وكثيفة للحرس البحري وأيضا الجيش البحري التونسي لانتشال الجثث وإنقاذ الذين هم على قيد الحياة من القوارب سواء القارب الذي ربما يحوي إلى حد هذه اللحظة حوالي 76 شخص تم إنقاذهم وعشرة جثث وأعمال الإنقاذ لا تزال متواصلة وأيضا إنقاذ ما يقرب 41 تونسي في سواحل سوسا وأيضا مع إنقاذ تسعة أطفال من هؤلاء الذين تم إنقاذهم في الموازات مع ذلك في الحقيقة إيمان هناك جهود دبلوماسية وزير الخارجية التونسي قد ذهب في زيارة عمل إلى إيطاليا أمس وشدد الجانبان سواء تونس أو الإيطالي على مستوى وزراء الخارجية على ضرورة تكثيف العمل في مستوى المذيق الذي يربط شمال تونس بجنوب إيطاليا ومذيق سيقلية بتشديد الرقابة الأمنية البحرية في تلك المنطقة إيمان نعم شكرا جزيلا لك سيفة ديل عامري مرسلنا من تونس